أهلا وزالا بكم مشاهدين الكرام لعدد جديد من حصة المشهد ونحن في غمرة الحديث عن معاناة أهلنا وأشقائنا في قطاع غزة مع الكيان الصهيوني علينا أن لا ننسى معاناة أشقائنا في الصحراء الغربية مع الاحتلال المغربي فإن كان الفلسطينيون يأنون تحت وطأة احتلال صهيوني غريب فإن الصحراويين يرزحون تحت نير احتلال عربي قريب وطرفة بن العبد يقول وظلم ذوي القرب أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند فكما قضية فلسطين هي قضية كل العربي كذلك يجب أن تكون قضية الصحراء الغربية قضية كل العرب وقضية كل المحبين لسلام كيف حال إخواننا الصحراويين في الأراضي المحتلة وكيف تفاعلوا مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وهم كذلك يأنون تحت وطأة الاحتلال لمناقشة هذه النقاط وأخرى مشاهدين الكرام يسعدني أن أصدف ناشطين السياسيين وحقوقيين صحراويين من الأراضي المحتلة السيد المامي عمر سالم رئيس المنظمة الصحراوية لمنهض التعذيب بالأراضي المحتلة مرحبا بك كما يحضر معنا كذلك السيدة الصالحة بوتنكيزة مرسلة التلفزيون الصحراوي العيون المحتلة مرحبا بك مرحبا بك وتحضر معنا كذلك سيدة مريم البرحيمي نائب رئيسة الجمعية الصحراوية للاقتقافة بالعيون المحتلة والكتب العام في الفريق الإعلامي مرحبا بك شكرا أهلا بك ويحضر معنا كذلك السيد الباشير الإسماعيلي ناشط سياسي وحقوقي مرحبا بكم أهلا وسلم شكرا مرحبا بكم في بلدكم الثاني الجسائر السيدة مريم البرحيمي لو أبدأ بك نقاش كل العالم كل العرب شاهدوا وتابعوا العدوان الإسرائيلي الأخير على قطع غزة شاهدنا تلك الوحشية وتلك البشاعة في العدوان الإسرائيلي على غزة أنتم تعيشون كذلك تحت وضعة الاحتلال تعرفون كذلك جيدا المعاناة تعرفون كذلك جيدا المأساة تعرفون جيدا وضعة الاحتلال على الشعوب كيف كنتم تتفاعلون كيف كنتم تعيشون أيام الاحتلال أيام العدوان الإسرائيلي على قطع غزة أولا شكرا لك الأخ رشيد وشكرا أيضا للقناة النهار اللي عودتنا دائما لتغطية الأحداث بالمناطق المحتلة ونوجه أيضا تحية لجمعية لجنة الصداق والتضامن مع الشعب الصحراوي ما يتعلق بالسؤال حقيقة تفاعل المجتمع الصحراوي أو مناضلين الشعب الصحراوي المناطق المحتلة سواء المناطق المحتلة أو باللجوء بمخيمات العزة والكرمة طبعا الاحتلال الإسرائيلي هو واضح وجلي للانتهاكات والتعسفات اللي يقوم بها على الشعب الفلسطيني الشقيق واللي حاول من خلالها بالقيام بالعديد من المجازر الواضحة للمجتمع والأنظمة الدولية ما يتعلق بالنجوة بالأطفال والنساء وأيضا بمحاولة القيام بنوع من المجزرة حقيقية لإبادة الشعب الفلسطيني طبعا أوجه تشارك بين الشعب الصحراوي بقضية الفلسطينية واضحة وجلية أيضا للأنظمة الدولية وأيضا للمهتمين بآخر مستعمرة إفريقية والتي هي الصحراء الغربية النظام المغربي هناك جلي وواضح بأن تواجد الأنظمة الإسرائيلية داخل الحكومة المغربية واضح أيضا سلطوية الإسرائيليين لدى الحكومة المغربية وأيضا سلطوية واضحة على ملك الشاب محمد السادس واضحة في إعطاء الأوامر نعم سيدة مليم البرحيمي لو نترك هذه التفاصيل فيما بعد في النقاش سنأتي لهذه النقاط ونفصل هذه النقاط نقطة بنقطة خليني أطرح سؤال على سيدة المامي عمر سالم رئيس المنظمة الصحراوية لمنهضة تعذيب الأراضي المحتلة سيدة المامي عمر كيف هي أحوال أشقائنا أحوال أخواننا في الأراضي الصحراوية المحتلة الكثير ربما تفاعل مع القضية الصحراوية يتفاعل مع القضية الفلسطينية يعرفون ربما معاناة إخواننا في قطاع غزة ربما معاناة إخواننا في الأراضي المحتلة الفلسطينية ولكن الكثير ربما العرب لا يعرفون معاناة الصحراويين مع المحتل المغربي كيف هي حوال أخواننا في الأراضي المحتلة بداية أود أن أشكر تلفزيون النهار ليطلعين تحتنا هذه الفرصة للحديث عن ما يجري في المناطق المحتلة وجنوب المغرب أيضا أريد أن أغتنم هذه الفرصة أن أشكر الشعب الجزائري قيادة وشعب على حسن الضيافة ولطالما الجزائر دائما تدعم غير مشروط لقاديتنا الصحراوية العادلة ولطالما اتخذنا الثورة التحرير بالجزائر كموجه وكبثال في كفاحنا ضد الاحتلال المغربي فما يخص سؤالك الوضع في المناطق المحتلة أو منذ دخول القوات المغربية واحتلالها الصحراء الغربية كانت دخلت بسياسة الأرض المحرقة يعني بإبادة للصحراويين حيث قصفتهم بالنبالم والفوسفور الأبيض هناك مقابر جماعية هناك المئات من استشدوا في الشجون والمخافر السرية المغربية هناك ضحايا من الأطفال إلى ما ذلك ولا زالت هذه الاستراتيجية مستمرة حتى هذه الساعة المشكلة هو أن الدولة المغربية تحاصر بإحصار عسكري وبوليسي وإعلامي للمناطق المحتلة والدليل على هذا هو سياسة طرد الملاحظين والمراقبين الدوليين من المنطقة لأن المغرب لا يريد شهود على المجازر أو هذه الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها ضد المقاومة السلمية في المناطق المحتلة أريد أن أذكر بأن في هذه الثلاثة أيام الأخيرة تم طرد الأمينة العامة للمنظمة الفرنسية للتضامن مع الشعب الإفريقية منظمة أفاسبا تم طرد أيضا محامية كنادية تم طرد أيضا ثلاثة صحفيين باسكيين ومنعهم الدخول إلى العيون يعني هذا نحن نتحدث في الثلاثة أيام الأخيرة ولكن غياب القضية الصحراوية عن مواطن العربي أظن بأن لها علاقة أولا بالحصار الإعلامي لتفرضه دولة المغربية وأيضا المغرب بحكم قربه بحكم تواجد سفراته وتمثلياته في الوطن العربي يحاول دائما أن يحافظ على هذا التحتيم ولكن نحن بدورنا كنشطاء مجتمع مدني وكمشطاء حقيين أيضا استطعنا مؤخرا أن ندخل من بوابة المجتمع المدني وفي هذا الإطار أريد أن أذكر المتدى الاجتماعي بتونس زيارة الوفد الصحفي الإعلامي المصري مخيمة اللاجئين الصحراويين ولكن علينا أجوندا للعمل سيد البشر إسماعيلي أنت كناشط حقوقي ربما شاهدت وتابعت الانتهاكات الصارخة للكيان الصهيوني في قطاع غزة وشاهد تلك البشاعة وشاهد تلك الوحشية التي تعامل معها الكيان الصهيوني مع العزل مع الأبرياء مع الأطفال مع النساء في قطاع غزة هل يمكن أن تعطينا وجه الشبه؟ هل هناك وجه شبه مع ما يحدث أو ما يحدثه الكيان الصهيوني من بشاع أو انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية ومع ما ينتهك كذلك الكيان الاحتلال المغربي مع الشعب الصحراوي؟ إذن بسم الله الرحمن الرحيم أنا بدوري نحيي قناة النهار الجزائرية ومن خلالها بطبيعة الحال نحيي دولة الجزائر حكومة وشعبا على المواقف الثابتة التي دائما يعنون عنها والتي هي مساندة كافة الشعوب الطواقة للإعتاق والتحرر الشعوب التي ترزح تحت نير الاحتلال كذلك تساند كافة القضايا الشعوب المضطهدة ومن بينها بطبيعة الحال الشعب الصحراوي ومن بينها الشعب الفلسطيني بالنسبة للقضية الشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي أنا بالنسبة ليقول أنها قضية واحدة من ناحية على أنهم الشعبين يرزحان تحت نير الاحتلال سواء الاحتلال الإسرائيلي أو الاحتلال المغربي يعني الشعبين يدخلون في انتفاضة تطالب بالاستقلال الشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي كذلك يدخل في انتفاضة من 2005 و21 ماي 2005 ومعانونها بانتفاضة الاستقلال يطالبوا من خلالها باستقلال الصحراء الغربية أكيد على أنهم يتعرضوا أثنان للقمع الوحشي من طرف آذات الاحتلال يتعرضوا كذلك للاختطافات الاعتقالات للتعذيب السجون المغربية اليوم ملأة بالمعتقلين السياسيين الصحراويين فيهم اللي محكم عليه بالمؤبد محكم بثلاثين سنة بخمسة وعشرين بخمسة وعشرين بخمسة عشر سنة شباب صحراوي تم اعتقالوا لا لشيء إلا لأنه حمل علامة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وهو الآن بسجون الاحتلال المغربي محكم عليه بالمؤبد كذلك الاحتلال الإسرائيلي ونغتنم هذه الفرصة لنندد بهذه المجازر اللي يرتاكبها نظام الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة أكيد على أنه أزيد من 1800 شهيد اليوم سقطوا بقطاع غزة كذلك أزيد من 250 دولار أمريكي كخسائر مادية في قطاع غزة هذه طبيعة الحالة تعتبر كارثة بشرية في حق هذا الشعب كذلك أقول على أنه اليوم اختطاف النساء الصحراويات بالمدن المحتلة وتعذيبهم مدن الصحراوية كذلك رميهم خارج المدار الحضري للمدن الصحراوية كيف ما قلت السجون ملأة يعني المعطوبين والجرحة داخل الشعب الصحراوي اليوم تعد بالآلاف مثل الشعب الفلسطيني التي تمارس عليها كذلك هذه الانتهاكات الجسيمة للحقوق الإنسان المرتكبة من الطرف أداة احتلال احتلالين سواء الإسرائيلي أو المغربي الاحتلال احتلال سواء كان مغربي أو كان صحيوني 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 برغم هذه الانتهاكات برغم هذه التجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة الصحراوية وبالرغم من هذه البشاعة التي عددها لنا سيد البشير الإسماعيلي هذه الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية ولكن كل هذه الانتهاكات تجابة بتجاهل إعلامي وربما ما فيش تفاعل إعلامي في الوطن العربي تجاه القضية الصحراوية وتجاه ما يعنيه الشعب الصحراوي مع الاحتلال المغربي لماذا في رأيك أنت كإعلامية لماذا في رأيك ما فيش تجاوب مع الإعلاميين العرب مع القضية ربما مع هذا التجاوزات الخطيرة للاحتلال المغربي مع الشعب الصحراوي بسم الله الرحمن الرحيم أول شي شكرا جزيلا لقناة النهار ومن خلالها شكرا جزيلا لبرنامج المشهد اللي استضافنا اليوم لنسلط الضوء على الأقل على الجزء المحتل من الصحراء الغربية ولتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية وشكرا جزيلا لدولة الجزائر المشرفة للعرب في مونديال البرازيل 2014 وهي الحليف والدولة الثانية للشعب الصحراوي والحليفة أيضا للسلام وحق الجورة مثلا دعمها للقضية الفلسطينية ودعمها أيضا للقضية الصحراوية ودعمها لكل شعب يخدع تحت سيطرة القضايا العادية بالنسبة للتعتيم الإعلامي اللي تعاني منه المنطقة هو أخطر شيء يعني منه الصحراوين بالنسبة لي كإعلامية ومراسلة للتلفزة الصحراوية وأيضا الأخت مريم البورحمي كذلك يعني نحن شباب يعني لسنا خرجي معاهد الصحافة ولسنا يعني ممارسين للصحافة خارجا بل تكوننا ميدانيا من خلال يعني تعتيم حروج معاهد المأسات والاحتلال والمعاناة يعني كنا يعني قبل سنين نعيش يعني معاناة لا صوت يسمع ولا مشهد يرى فارتأينا نحن شباب أن نتطوع وعلى الأقل أن نسلط الضوء على تلك المعاناة التي يعانيها الشعب الصحراوي وذلك يرجع لغياب الصحافة الدولية سواء كانت أجنبية وبالخصص الصحافة العربية التي تعلم الأغلبية بقضية الصحراء الغربية ولكن تجهل ولا تبالي بذلك فاخترنا نحن شباب أن نتطوع وأن نقوم بمهمة صحافة من داخل المرء حقيقة يسمى بالإعلام المقاومة الصحراء الغربية نعم نستنكر نحن كشعب يعني غياب الصحافة الدولية خصوصا العربية داخل المنطقة التي يعني ترتكب فيها جرائم ضد الإنسانية هناك مثلا معتقالين سياسيين صحراويين داخل غياه بالسجون مثلا يعانون من التخريب من مصادرة حقهم ومن يعني شتى أنواع الجرائم وهناك أيضا الشعب يسحل النساء يسحن بهم في الشوارع وضرب الرجال ويعني تخريب الممتلكات والرمي بهم خارج المدار الحضاري يعني هذه جزء بسيط من المعاناة التي يعانيها الشعب الصحراوي داخل المناطق المحتلة وهذا يعني نحن نطالب واضح وجدي ولكن سيدة مريم البرحيمي لماذا لو نعيد طرح السؤال ربما بطريقة أخرى لماذا الإعلام العربي يتفاعل مع القضية الصحراوية ويتفاعل مع الانتهاكات السارخة في القطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية ولا يتفاعل مع الانتهاكات السارخة كذلك وربما تكون أكثر بشعة في بعض الأحيان مما يرتكبه الكيان الصحيوني ما يرتكبه النظام المغربي ونظام المخزن في الأراضي المحتلة لماذا هذا الكيل بمكي هل هو تجاهل لا يعرف القضية الصحراوية أم أنه يعرف ويتجاهل ويتناسى طبعا في الحقيقة يمكن نسموه تجاهل المجتمع العربي لقضية الشعب الصحراوي تجاهل مجموعة من المسؤولين المتواجدين في الحكومات العربية نظرا للضغوط نرجع دائما للضغوط الأوروبية المتدخلة في قضية الشعب الصحراوي أما فيما يتعلق بالمدنيين والمثقفون العرب المتواجدون بالدول العربية أيضا وجود مجموعة من الصحفيين الذين لديهم أقلام حرة في توصيل الصوت حقيقة المجتمع سواء المجتمع الصحراوي أو المجتمعات المتهضة بالدول الإفريقية أو الدول الأوروبية لأي مسألة لتوصيل الحقيقة هذا المجتمع نظرا لعدم التواصل ما بين المجتمع الصحراوي وهذه الفئة المثقفة كما ذكرت لتوصيل حقيقة الوضع بالمناطق المحتلة السبب واضح وجلي في التعتيم الإعلامي كما سبق الذكر بالنسبة للنظام المغربي محاولة قوقعة المجتمع الصحراوي وعزله عن القارة الإفريقية بشكل واضح أيضا له نشير ونظيف إضافة تدخل الأخ المامي عمار سالم بدخول ومنع مجموعة من المساندين للشعب الصحراوي كما أيضا توصلنا نحن متواجدون بالجامعة الصيفية بمنع أربع جزائريين بالنزول بمطار العيون المحتلة ومنعهم من دخول الصحراء الغربية أيضا هذا التكثف الواضح والجلي لجعل القضية الصحراوية لا تصل إلى ما يسمى الآن بصرخة أو بما يسمى بتفتح وانفتاح المجتمع العربي على حقيقة أو دوامة اللوبيات الحكومية المتواجدة المتواطئة مع أمريكا مع فرنسا مع إسرائيل هي صاحبة الصوت الأكبر إن صح التعبير ويمكن يكون أيضا واضح جليا عدم قدرة الأمم المتحدة وعدم قدرة أيضا أمريكا في إصدار قانون أو قرار فيما يتعلق سواء بالصحراء الغربية أو بفلسطين الشقيقة أو ببعض الانتهكات الواقعة ببعض الدول بما يسمى الربيع العربي وتدخل واضح فيما يقع بسوريا أيضا وفيما يقع ببعض الدول واضح وجليء بعدم اتخاذ قرار واضح لأن هناك ما يسمى سلطة أخر خفية وهي إسرائيل اللوبي صبيوني ربما يتدخل نعم فضلا واضح وجليء من الأسباب أيضا هو غياب الديمقراطية في العديد من البلدان العربية وتبقى دائما الأنظمة هي الموجه للشعب على سبيل المثال عندما يكتب أحد الصحفيين مقالا يتضامن فيه أو يصلط الضوء على مأساة الشعب الصحراوي في مخيمات اللاجئين الصحراويين أو في المناطق المحتلة فهناك المغرب يقود حملة والصفارة تحتج إلى ما ذلك ويتدخل النظام في الدولة المعنية إلى ذلك ولكن لنا أمل في الديمقراطية خصوصا أن تونس مؤخرا فيما بعد ما يسمى لكن سيد المامي عمر سالم أين هم رجال القانون أين هم الحقوقيين أين هم دعاة السلام أين هم الحقوقيين في كل العالم وفي الأنظمة وفي الدول العربية حتى ولو كان النظام مساند في العديد من اللقاءات أو المتدايات الدولية عندما نلتقي النشطاء العرب فالكثير منهم لا يعرف تقريبا أي شيء عن القضية الصحراوية ودائما تكون له وجهة النظر المغربية هذا حسب التجريب بالنسبة لي هذا المشكل السؤالين التي طرحتهم للأخ رشيد هم مرتبطين سواء بدور الإعلام أو مكان تواجد الحقوقيين المشكلة أقول أساسا أنه في الإعلام لأنه من خلال الإعلام يوصل الصورة الحقيقية أقول الإعلام الحر نزيه حاول أن يوصل الصورة الحقيقية للناس سواء كانوا حقوقيين ونشطاء سياسيين ونشطاء حقوقيين جمعوين أو غيرهم المشكلة عندنا بالنسبة للأنظمة العربية أو الإعلام العربي هو لسان للأنظمة العربية لأن الحقيقة الأنظمة العربية تحتاج للتصحيح تحتاج لكثير من الديمقراطية لأنها تستغل مجموعة من الإعلام خصوصا الإعلام الرسمي ليكون بوق للأنظمة ليكون لسان للأنظمة وبطبيعة الحال هذه الأنظمة لديها علاقات متينة مع المملكة المغربية من خلال طبيعة الحال لديها مصالح مشتركة مصالح اقتصادية مصالح سياسية وغيرها وبطبيعة الحال هي تحاول أن تحافظ على العلاقة مع المملكة المغربية وتسخر يعني إعلامها اللي هو كيف مقدت هو بوق هو صوت لهذه الأنظمة من خلال يعني طرح والله إعطاء طرح المغربي وتجاهل لانتهاكات الجسيم من حقوق الإنسان يتقع في الصحراء طبعا تتم الأخ عفوا للأخ الإسماعيلي هذا واضح جلي بأن تدخل الحكومة المغربية في إقفال قناة الجزيرة بالرباط في أحد السنوات لا أتذكر السنة بالضبط نظرا للعلاقات السياسية والديبلوماسية لهذه الدول المرتبطة بالتكوين هذه القناة فقط لأنها صلتت الضوء عفوا في بعض الأحيان على قضية الشعب الصحراء والصدافة ممثلين جبهة البوريزاريو وتوضيح واضح أو مواجهة بين النظام المغربي وبين جبهة البوريزاريو وتسليط الضوء على حقائق عدة تم إقفال الجزيرة بشكل واضح وتعسفي هناك نقطة مهمة وهي بأن حتى المواطن المغربي مغيب تماما على ما يجري في الصحراء الغربية هو الأقرب المواطن المغربي لا يعرف بأن الصحراء الغربية تتناول في لجنة تصفية الاستمرار أخر مستعمر في فريقيا لا يعرف بأن هناك قوة أممية أو بعثة أممية تتواجد في الصحراء الغربية تقصي حقا يعني هذه استراتيجية نعم تكلمنا ربما تكلمنا على الجفاء ربما الأنظمة العربية والإعلام العربي مع القضية الصحراوية ولكن الصالحة أبو تنكيزة أود أن أطرح سؤال التالي فيما يتعلق بالحقوقيين أو الإعلام الغربي الذي يدعي ديمقراطية يدعي بأنه إعلام يعني ديمقراطي وإعلام نزيه وإعلام يسلط الضوء على الحقائق ويسلط الضوء على القضايا العادلة لماذا في رأيك كذلك الإعلام الغربي كذلك هو يتعامل مع القضية الصحراوية بنوع كذلك من الجفاء وبنوع من التجاهل هل هذا راجع إلى طغيان أو سيطرة اللوبي الصهيوني كما نعرف وكل العالم يعرف بأنه اللوبي الصهيوني يسيطر على وسائل الإعلام العالمية التقيلة راجع عنده علاقة مع تعامل مع القضية الصحراوية ونعرف العلاقة المتواجدة بين اللوبي الصهيوني في العالم والنظام المغربي طبعا هناك علاقة صراحة أنه غياب الإعلام الدولي عن القضية الصحراوية طبعا أنه له علاقة بالكيان الصهيوني لأنه هناك تواطئ كبير ما بين الدولة المغربية والإسرائيلية مثلا كما نشاهد أن هناك يهودة مغاربة ومغاربة يهودة المغرب يعني يخسر أموال طائلة من أجل هذا التعتيم من أجل الحد من دخول الصحافة الأجنبية إلى الصحراء الغربية سبق لعدة منظمات أو صحافة دوليين أن زاروا المنطقة ولم يتم التغطية بشكل يعني جيد ونقل حقيقة بصورة واضحة ولم نشاهد مثلا تلك الصور أو المشاهد التي التقطت من عين المكان يعني من أرض الصحراء الغربية أذكر على سبيل المثال البي بي سي أذكر يعني عدة قنوات زاروا المنطقة تقريبا في أربع ماي 2013 تلك المظاهرة الشهيرة التي يعني احتشد فيها الصحراويين وحملوا الأعلام الصحراوية واستقبلوا بعد التقرير الأممي شهر أبريل آنذاك رفضوا الاحتلال وحملوا يعني أعلام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كان هناك عدة قنوات دولية وكان يعني وتيحت لهم الفرصة بأن ينقلوا حقيقة الشعب الصحراوي واضحة وهو يرفض الاحتلال ووجوبها في وقت متأخر من الليل وكما تم أيضا الهجوم على منزل الناشطة الحقوقي العربي مسعود ويعني الاعتداء على سيارة الناشطة الحقوقية من التحيدار لم نرى أي ولا لقطة واحدة على مستوى جميع القنوات الأجنبية لأربع ماي ولا حتى لتلك الانتهاكات التي ارتكبت في ذلك اليوم وفي تلك الليلة ومع أن الشعب الصحراوي بذل الجهد الكبير رغم الحصار رغم التعتيم بأن يوصل الضحايا إلى تلك القنوات وهي كانت تتواجد في منزل أحد المنادلين لكن لم نرى ولو مشهد بسيط أو صورة أو تعليق هذا ما يدل على يعني أن هناك تواطئ ما بين أمريكا وبريطانيا كذلك وفرنسا وحتى إسرائيل مع الدولة المغربية على الشعب الصحراوي الأعزل سيد البشير الإسماعيلي يعني محمد حسنين هيكل الإعلامي المصري المعروف الشهير أكد نعم أكد تلك العلاقة المشينة يعني بين المغرب والكيان الصهيوني في كتابه كلام في السياسة وقال بأن الحسن الثاني الحسن الثاني سمح للمصاد بزرع أجهزة تنصت في قاعات الاجتماعات المعدة للقاة العربية يعني الكيان الصهيوني المغرب سمح بزرع وسائل اتصال في اجتماعات العربية في اللقاءات العربية هل وصل الحد سيد البشير الإسماعيلي يتعتقد بأنه وصل الحد في علاقة النظام المغربي مع الكيان الصهيوني إلى حد التواطئ مع هذا الكيان ضد الأنظمة العربية وإلى حد بيع القضية العربية للنظام المغربي من أجل تعامل ودعم الكيان الصهيوني للمغرب ونظام المغزن أسمع منك الجواب سيد البشير الإسماعيلي بعد الفاصل مشاهدين الكرام أسئلة مثيرة ونقاط مهمة سنعالجها في الجزء الثاني من هذا النقاش لا تغير القناة ابقوا معنا وسهلا بكم مشاهدين الكرام عودة مجددة لمواصلة ومتابعة النقاش عنوان الحصى اليوم الصحراء الغربية وظلم ذوي القرب أشد سيد البشير الإسماعيلي توقفنا قبل الفاصل في أن محمد حسنين هيكل كشف تلك العلاقة المخزية بين النظام المخزن وبين أجهزة المخابرات الكيان الصهيوني وتوطئه وتخضل وتعامل ضد القضية العربية كيف تعاقب بالنسبة للدكتور محمد حسنين هيكل هو شاهد حقيقتنا العصر بحكم على أنه عايش مجموعة من زعماء العرب وكذا زعماء الدول الأوروبية وكان حاضر في عدد كبير من المحطات إذا حقيقة جاب هذا الكلام من خلال كتاب وكلام في السياسة أكيد على أنها هي حقيقة حقيقة لأنه النظام المغربي مستعد سواء في عهد الراحل الحسن الثاني أو في عهد الملك الحالي محمد السادس مستعد يقدمها كيفما كانت أكثر من أنه يقدم أو يقوم بزرع أجهزة تصنف داخل الاجتماعات التي كانت تقوم بها الرؤساء وزعماء الدول العربية يقوم بأكثر من هذا لكي لا يخسر الصحراء الغربية يبحث عن حلفاء أقوية سواء كانت أمريكا، فرنسا، إسرائيل أو غيرها من أجل دعمه في قضية الصحراء الغربية لأنه إذا خسر قضية الصحراء الغربية مباشرة تسقط نظام الملكي في المغرب لأنه مرتبط بقضية الصحراء الغربية ومن هون المغرب يقوم بمجموعة من الممارسات من أجل كسب منظمات حقوقية كسب مسؤولين كسب مراقبين دوليين اللي يقوم بإعداد تقارير من أجل خدمة هذه التقارير للمصالح والصالح المغرب وخصصاً يعتمد بشكل كبير على السياحة الجنسية اللي هي متفشية في داخل المملكة المغربية بشكل كبير كذلك الخمور وكذلك المخضرات والعديد من الأشكال اللي يستغلها المغرب من أجل هي ممارسات خسيسة ممارسات خبيثة اللي تنهجها الدولة المغربية من أجل كسب مجموعة من الأطراف اللي تساندها في قضية الصحراء الغربية نعم سيدة مريم البرحيمي لو نتكلم على ما يحدث حالياً ما يحدث في المرحلة الراهنة شوفوا أن النظام المغربي يعاني من عزلة شديدة دبلوماسية القضية الصحراوية تحقق تطور تحقق يعني مكتسبات في العالم الكثير من الدول في العالم في أمريكا الجنوبية في إفريقيا تعترف اليوم بالقضية الصحراوية ويعني هناك النظام المغربي بالرغم من هذا الدعم الكيان الصغيروني والأنظمة الكبرى من الولايات المتحدة الأمريكية بوجه صريح من طرف النظام الفرنسي إلى أن القضية الصحراوية العادلة تحقق تطورات تحقق مكتسبات وخطوات هامة في تعريفها في الرأي العام الدولي لماذا في رأيك الكيان النظام المغربي ونظام المخزن في المرحلة الأخيرة بات يتعامل بطريقة جنونية بطريقة يعني عشوائية نعم هستيرية في تصريحاته ربما ضد الجزائر في كل مرة يعني الصحراء الغربية يقولون بأنه في كل مرة تحقق الصحراء الغربية تطور ومكتسب على المستوى الدولي إلا وخرج للنظام المخزن وتطاول على الجزائر وشيطن الجزائر لماذا في رأيك هذه الأمر طبعا كما ذكرت بأن النظام المغربي يخسر مستواه أو تواجده الدبلوماسي داخل الأنظمة الدولية نظرا لعدم أو اكتشاف مجموعة من المقررين الدوليين ومجموعة من الأنظمة ومجموعة من الحكومات عدم مصداقية النظام المغربي أو الحكومة المغربية بما يتعلق بالصحراء الغربية نظرا لنرجع دائما نظرا لعدم اكتمال حقيقة أو المعطيات الحقيقية للصحراء الغربية لأن الصحراء الغربية تم إثبات أو تم التأكيد على أن الصحراء الغربية لم تكن لها أي سيادة لم يكن للمغرب عفون أي سيادة على الشعب الصحراوي لأن كان الشعب الصحراوي هو المتحكم بالمنطقة بالصحراء الغربية أيضا هناك كما أشرت أو كما قلت أنه عدم مصداقيته في التقارير عدم مصداقيته فيما يتعلق بقضية الشعب الصحراوي تسويقه لأن الشعب الصحراوي هو الشعب مغربي محض تسويقه بأن المجتمع الصحراوي يرضى بالوضع الحالي بأن ما يسمى بجبهة البوريزاريو حكومة أو ممثلين جبهة البوريزاريو هو مجموعة من عدم مصداقيته مجموعة من وراءه كما ذكرت الجزائر الشقيقة هذا فقط لضعف الحلقة لدى النظام المغربي لأنه كما ذكرت أثناء كسب الشعب الصحراوي أي ورقة رابحة فيما يتعلق للشعب الصحراوي يقوم بتغيير الضفة إلى الشعب الجزائري وهذا بات واضحا والتسويق واضحا وفاضح للأنظمة الدولية أكثر من هذا بالنسبة لهذه المنجزات التي حققها الشعب الصحراوي هو كما قلت سابقا بفضل انتفاضة سلمية التي تخللها مجموعة من المظاهرات في الشوارع تحمل أعلام الوطنية الصحراوية بالرغم من القمع بالرغم من التعذيب بالرغم من الاعتقال بالرغم من الاستشهادات العديد من الشباب إلا أن هذا لم يثني الشعب الصحراوي لأنه مكسب على حق وهنا نقول يعني قوة الحق نعم مدام الشعب الصحراوي عادي إضافة فقط الأخرشيد على هذه النقطة الأساسية ومهمة هو أيضا رفض النظام المغربي مؤخرا المبعوث أو الاتحاد الإفريقي الممثل الجديد وهذا واضح أيضا رفضه لزيارة السيد كريستوفر الروس أو محاولة تغيير عن الملف كمبعوث أممي في متع القديد الشعب الصحراوي وهذا جلي تخوف لأن السيد كريستوفر الروس قام بالكشف وبيعطاه تقارير واضح على الانتهاكات أيضا كمكسب إفريقي تم تعيين رئيس سابق لدولة إفريقية لتوضيح صورة الاحتلال المغربي رفض النظام المغربي استقبال هذا الموفد الإفريقي الذي هو مكسب حقيقي للقضية الشعب الصحراوي المغرب أصبح يبحث دائما عن الشماعة التي يعلق عليها تلك الأغلاط التي تلحق به والخسائر وهذه الشماعة لم يجد سوى الجزائر أول شيء نتهم بأننا عملاء للنظام الجزائري جبات البوليساريو هي ممثل الشعب الصحراوي تتهم بأنها صنيعة الجزائر وصنيعة المخابرات الجزائرية أكثر من هذا كامل ربما شارلها الأخ المامي عمر سالم هو على أن ترحيل الأربع جزائريين من مدينة العيون لا لشيء إلا لأنهم يحملون جواز صفر جزائري فقام بترحيلهم تعسفا من الصحراء الغربية هذا أقول بأن المغرب يبحث عن شماعة يعلق عليه خسائره ويبحث دائما لم يجد سوى الجزائر أيضا استقبال الشعب الجزائري للشعب الصحر نعود لهذه النقطة وهي أساسية الحقيقة لأن استقبال الشعب الجزائري سواء حكومة أو شعب للنازحين الصحراويين سنة 1975 من بطش الاحتلال المغربي بما يسمى بالمسيرة الخضراء التي قام بها الحسن الثاني والتي هي كانت مصرحية أو تغطية لجرائم المجازر الواضحة لأن استضافة الشعب الجزائري هو فقط تكميل أو محاولة إعطاء نفس جديد لما حصلت على الجزائر أثناء استقلالها من الاحتلال الفرنسي نعم سيد المامي عمر سالم ثمت من يقول بأنه إذا كان المغرب إذا سمعت المسؤولين المغاربة يتطولون عن الجزائر ويشيطنون الجزائر فابحث عن مشاكل داخلية في المغرب أو ابحث عن إما مشاكل داخلية في المغرب وإما تطورات ومكتسبات تحققها القضية الصحراوية في المدة الأخيرة شاهدنا هناك حملة كثيفة لمسؤولين المغاربة في كل مرة في كل تصريحاتهم في كل مناسبات يتكلمون على الجزائر وكأن المشاكل المغرب كلها متعلقة إلا بالجزائر وفتح الحدود مع الجزائر تكلمنا عن قضية علاقة هذه الشيطان وهذا التطاول مع القضية الصحراوية لو تعطينا ربما في لمحة عن علاقة هذه التطاول وهذه التطاولات على الجزائر وعلاقتها مع المشاكل التي تحدث في الداخل المغربي عندما تكون هناك هجمة من طرف مسؤولي المغاربة وعلى سبيل المثال الهجمة الأخيرة لوزير خارجي المغربي مزور فإن أظن أن الموضوع له علاقة أولا بالمشاكل الداخلية وتخبط المغرب الدبلوماسي في التعامل مع إفريقيا خصوصا عودة الدبلوماسية الجزائرية بقوة خصوصا في دول الساحل والصحراء في الجزائر كمحور أيضا هذا دائما وهذا دائما عهدنا في تصريحات كثير المسؤولين المغاربة خصوصا عندما يحملون الجزائر المسؤولية في طول نزاع الصحراء الغربية علما أن نزاع الصحراء الغربية هو بيد الأمم المتحدة والجزائر لها موقف واضح من تأييد تأييد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصير وتأييدها لاستفتاء حر ونزيه يضمن الشعب الصحراء وتقرير المصير يعني هذا كل المغرب وأيضا عندما وهذا ما يثير الانتباه عندما يقوم الأمن أو السلطات الجزائرية بالحجز أطوان من المخدرات تكون أيضا نظن أن هناك أمر له علاقة به هذا الأمر كإضافة لهذه المسألة يعني نعود تاريخيا ونجد بأنه المغرب اجتياح المغرب أصلا للصحراء الغربية جاء عقب العديد من المشاكل التي كان يتخبط فيها النظام المغربي أنذاك جاء عقب يعني مجموعة من الإنقلابات التي كانت على النظام الحسن الثاني أنذاك كذلك المشاكل الاجتماعية التي كان يتخبط فيها المغرب ولم يجد سوى يعني لم يجد حل سوى اجتياح الأرض الصحر الغربية لتصريف تلك المشاكل وإيجاد نافذة لليخرج منها من هذه المشاكل كذلك التصريحات النارية التي حاول النظام المغربي ليس فقط عزيرة الداخلية بل أعلى هرم في المملكة المغربية في خطابات الملك محمد السادس وليتهم فيها بشكل مباشر من الجزائر هذا يعني الظرف الذي تأتي في هذه التصريحات نجد أن النظام المغربي أو المملكة المغربية تعيش في غليان من المظاهرات حرقة 20 فبراير كذلك خروج الإسلاميين كالعادة الإحسان ومجموعة كذلك من سموه خروجهم من الشارع ومطالبتهم ولأول مرة يقول في المغرب يتم من داخل المجتمعات أو داخل حركات الاحتجاجية المغربية تناقش مسألة الملكية في المغرب وهذا يعني أصبح تشكل خطر كبير من هون نجد أن النظام المغربي يبحث أيضا عن مسألة لتصريف هذه المشاكل الداخلية إيجاد يعني عداء خارجي مثل الجزائر وجزائر يعني تتهجم على المملكة المغربية والجزائر تزرع سرع داخل المملكة المغربية كذا من أجل توجيه أنظار المتظاهرين إلى هذه المسألة نعم سيدة صلحة بوتنكيزة لو نتكلم هذه التصريحات وفي ظل إطارها ربما الجو سياسي في المنطقة وما يحدث اليوم في منطقة ساحل في مالي في ليبيا في دول ساحل وفي منطقة ساحل بصفة عامة خبراء يؤكدون بأن ما يحدث وتنامي ظاهرة الإرهاب في منطقة ساحل لها علاقة وطيدة ببرونات المخدرات وبرونات المتاجرة بالمخدرات والكل يعرف أنه في المنطقة المغرب هو البلد ربما الأول في العالم انتاجا لهذه السموم من السموم المخدرات يعني الجماعات الإرهابية لها علاقة بما ينتج في المغرب لو تعطينا ربما قراءتك لعلاقة النظام المخزن والجماعات الإرهابية وبرونات المخدرات طبعا بالنسبة للمخدرات المغرب حقيقة عنده دلائل يعني ثابت على أنه يهرب المخدرات عن طريق مثلا كما على سبيل المثال دليل واضح أنه غلق الحدود ما بين الجزائر والمغرب هو سببها الأكبر هو تصدير المخدرات يعني تصديرها عبر مثلا جماعات تتكون من مجموعة إرهابية وكذلك هناك مثلا في حدود بين المغرب وموريتانيا هناك مثلا جماعات يقولون بأنها مثلا أنهم مغاربة أصول مغاربة دائما المغرب يقول بأن هناك جماعات من جبهة البوليساريو إرهابية مثلا من الجزائر وكذا وعصابات وكذا الحقيقة هذا من أجل يرجع على أنه مثلا يريد أن يغطي على قضية الصحراء الغربية أو يلهي المنتظم الدولي على قضية الصحراء الغربية ويقول أن هناك جماعات إرهابية مثلا في حدود مالي في حدود موريتانيا في حدود الجزائر وتعود عندما مثلا يتم ضبطها فإن ترجع الهوية أنها هوية مغربية محض ويحملون مخدرات مؤخرا يعني تم القبض على مجموعة من المغاربة يهربون المخدرات عن طريق موريتانيا مثلا عندما ضبطتهم السلطات الموريتانيا فوجدت أن هناك مغاربة يحملون المخدرات وماذا قالت الصحافة المغربية أنها مجموعات عصابة إجرامية مثلا جزائرية ومن جبهة البوليساريو يعني من أجل توتير تعبير أكثر انفصاليين هذا هو التسويق الحقيقي للمصطلح الشعب الصحراوي على أننا انفصاليين فيما يتعلق بالشعب الصحراوي أيضا للإشارة هو أن مسألة المخدرات أصبح أخطر من ذلك ليس فقط التسويق والتروج لها بل أيضا محاولة زرع هذه السموم في صفوف الشعب الصحراوي تعاطي مجموعة من الشباب لإفساد المجتمع الصحراوي أيضا وصلت المرحلة ليست فطن لمرحلة المخدرات فقط بل أيضا عفوا قام النظام المغربي 2005 بترحيل 15 شاب مساعدته على الهجرة وهما أصبح 15 مفقود لدى الصحراويين لدى جبهة البوليزاري أيضا فيما يتعلق بمسألة الدول الإفريقية المساعدة على تهريب المخدرات هي بوابة المساعدة الدول الإفريقية للأسف أيضا هناك ملاحظة خطيرة أصبحت من المناطق المحتلة هو فتح المناطق المحتلة ليست فقط للمستوطنين المغاربة التي أصبحوا بالأعداد الكثيرة متواجدين بالصحراء الغربية بل أيضا فتح المنطقة على الدول الإفريقية أو على الأفارقة وهذا الشكل خطير جدا وسياسة ممنهجة جديدة لدى النظام المغربي أكثر من هذا كامل فالمغرب متورط بشكل مباشر في الفجر السري في خلق خلايا وتنظيمات إرهابية بدول شمال الصحر من أجل خلق تلك البلبلة وخلق الفتنة واللعب عليها إعلاميا وتسويقها للمتظم الدولي على أن هناك في هذه المنطقة تعيش مجموعة من الخلايا الإرهابية التي تضم مجموعة من المقاتلين الصحراويين ينتمون جبت البوليسار وخلايا الجبت البوليساريو والجزائر وغيرها لكن أسف على أنه يعتبر المغرب أول دولة نمقه الإفريقية في إنتاج يعني مخذر الحشيش في زرعها وإنتاجها وتشكل يعني من كوادر اقتصاد الدولة المغربية ويستعملها كسلاح كسلاح في حربه السياسية ضد جبت البوليساريو وأكثر من هذا كامل أصبح يحاول استعمالها ضد الجزائر من أجل الضغط عليها التنازل والتنازل عن موقفها الموقفها المشرف من قدية الصحارة الغربية اليوم يقوم بتصدير أطنان من المخذرات وتوجيها لدولة الجزائر من أجل يعني من أجل تخذير عقول الشباب الجزائري من أجل تخذير عقول يعني الشعب الجزائري وخلق الفتنة والبلبلة وزرعها داخل دولة الجزائر هذه السياسة خبيثة من طرف النظام المغربي وأقول يعني من هون هذه كرسالة من وجههم تمنعوا على النظام المغربي يكون يصنت أنه أقول على أن هذه السياسة مهما لحقت خساستها مهما لحقت دنائتها أكيد على أنها دولة الجزائر هي دولة الأحرار أكيد على أننا مهما استعمل كذلك ضدنا من هذه السياسة الخبيثة هذه السياسة المخذرات أكيد أننا ننتثنين عن موقفنا الرئيسي وموقفنا الثابت وهو إن شاء الله لاستقلال نعرف بالنسبة للمخدرات خصوصا في هذه الفترة الأخيرة يعني المغرب يدس سمها في الشباب الصحراوي المناضي الخاصة والذين مثلا لديهم إيجازات عليا في الدراسات العلية وخريجية المعاهد هناك مثلا نسبة كبيرة مثلا يتم دسها المغرب في الشباب لأنه يريد مثلا على أنه يفقد الوعي ومثلا على أنه يأخذ اتجاه من غير قديته الصحراوية هذا أخطر شيء يعني متناول في مدينة العيون المحتلة في المناطق المحتلة بكثرة كثيرا بكثرة كثيرة المخدرات ما بين الشباب بيع الأخطر 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 الصالحة الأخطر الأخطر من هذا أنه لدينا أدلة على أن النظام المغربي يقوم بإعطاء حقن للمناضلين بشكل واضح عفوا أثناء الاعتقال لدينا نموذج لزيارة أحد الوفود أو رجوع أحد الوفود من المخيمات العزة والكرامة مرورا بالجزائر إلى مطار العيون المحتلة واللي كانوا يتواجد فيها مجموعة من المراقبين المحاميين على رأسهم كارميلو الأستاذ كارميلو متواجد بكناريا واللي كان هذا الوفد يضم مجموعة المناضلين وتم حقن سلطانة خية بأحد الحقن المجهولة حاليا من طرف النظام المغربي أيضا 2005 تم إعطاء مجموعة من الحقن للمناضلين وذكرني الأخ الإسماعيلي بالمناضل أحمد حمد اللي تم حقن مجموعة من الحقن إلى حين فقدان السيطرة على مثلا هذه حقائق موجودة لدى الأنظمة المغربية واللي هي خطيرة حقيقة نعم خلينا ننتقل السيدة مليم البرحيمي إلى نقطة أخرى ربما يحاول النظام المغربي أن يلعب على هذا الوتر الارهاب ويعرف أنه النظام الدولي اليوم والمجموعة الدولية هذه الحرب المعلنة ضد الإرهاب يحاول أن يأرهب أو يرهب الشعب السحراوي ويجعل منه أنه شعب إرهابي ويصدر الإرهاب في المنطقة ونحن نعرف التحديات الكبرى التي ربما تقفها اليوم الدول المنطقة ضد المجموعات الإرهابية المغرب يحاول أن يركب هذا الخط ويحاول أن يلعب على وطر المحاربة لمجموعات الإرهابية ويقول بأن الشعب السحراوي وجبهة البوليساريو هي منظمة إرهابية يحاول أن يجعل من هذه الشعب شعب إرهابي بالكامل ربما من أجل التجيش والنظام الدولي على هذا الشعب هذه طالما سمعنا في الدعاية المغربية والتصريحات لعدة مسؤولين أحزاب لما ذلك بأن جبهة البوليساريو منظمة إرهابية وتتعاون مع الأرهابيين لما ذلك ولكن هذا تم ضحض في التقرير الأخير للمبعوث الأمين العام إلى الصحراء الغربية السيد كريستوفر روس قال في أحد تقاريره بأنه التقى مسؤولين بمغاربة سلطات عليا وعندما سألهم هذا السؤال هل جبهة البوليساريو إرهابية كان الرد بأنه ليس لديهم أي دليل لكن هذا في الكواليس ليس لديهم أي دليل بأن جبهة البوليساريو لديها علاقات مع منظمة إرهابية هذا يؤكد بأن النظام المغربي يشتغل دعائيا في هذا المجال عودة أيضا لمضوع المخدرات أن أيضا كتذكير هناك بعض المناظرين وإعلاميين صحراويين تم اعتقالهم بسبب إعداد شريط وثائقي عن المخدرات داخل مناطق محتلة وتم الانتقام منهم وسجنهم ونذكرهم وهم متابعين لهيئة الصحر والإعلام المستقل حيث تم سجنهم بمدة ستة أشهر وتم إطلاق صراحهم منذ منذ شهر تقريبا وتم الاحتفاظ بأحد المدؤوينين والإعلامين وهو الحافظ التوبري يعني هذا دليل آخر ولكن عودة إلى الموضوع فإن هذا تصريح المسؤول المغالبة لكريستوفر روس دليل واضح على نظافة وجبهة البوليساريو اللي هي عضو في مجلس أمن الإفريقي وتتعاون مع العديد أمنيا واستراتيجيا مع العديد من الدول الإفريقية في مجال أكيد على أن المغرب في حرب السياسية ضد جبهة البوليساريو سواء الإعلامي أيضا يحاول ما أمكن أنه يعطي صورة مغلوطة عن تنظيم جبهة البوليساريو باعتباره تنظيم إرهابي باعتباره لا يمثل الشعب الصحراوي باعتباره يحتجز بدل هذه اللاجئين الصحراويين في خيمات تندوف يقول وسوق بأنهم محتجزين ويحتجزهم جبهة البوليساريو والجزائر وغيرها هذه كلها عبارة عن دعايات النظام المغربي من أجل إعطاء الصورة مغلوطة لكن دائما جبهة البوليساريو تجابه أقول وأعود لها بقوة الحق جبهة البوليساريو ما هو مطلبها اليوم سواء دخل المفاوضات أمام مجلس أمن أمام منظمة الدولية نعم تشرف عليه الأمم المتحدة وتشرف عليه المنظمات الدولية هذا موقف يعني يتماشى مع قوانين الدولية يتماشى مع قوانين إفريقية يتماشى مع القوانين حتى القوانين المغربية نفسها تأكد الحق الشعب في تقرير مصير نعم سيدة أصالحة أبو تنكيزة سؤال أخير نحن في نهاية الحصة تكلم سيد البشير الإسماعيلي على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير حتى نختم هذه الحصة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره مدام النظام المغربي يتكلم على أنه الشعب الصحراوي هو نظام مغربي لماذا لا يقر بحق استفتاء لتقرير المصير هذا الشعب إذا كان يريد أن يكون مغربيا أو يكون على أصله الحقيقة يكون صحراويا بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للمغرب يرفض مثلا قضية الاستفتاء لأنه يدرك تماما أن هناك شعب يريد حقه في تقرير المصير ويرود الاستقلال نموذج بالنسبة لمخيم قديمزيك أنا أسميه صندوق الاقتراع وأن الشعب الصحراوي جميعا صوت من أجل تقرير مصير الشعب الصحراوي حقيقة المغرب يرفض الاستفتاء لأنه بات يدرك أن لا حل للشعب الصحراوي سوى الاستقلال نعم شكرا لك سيدة مريم البرحيمي في كلمتين كلمة أخيرة كلمة أخيرة كلمة في كلمتين كلمة أخيرة أولا نحيي تلفزيون النهار على الاستضافة على هذه تسليط الضوء على القضية الشعب الصحراوي فقد تتم للكلام الأخت الصالحة وتنجيزه على أنه قديمزيك للأسف يتضح جليا تواطئ الأنظمة الدولية عن التغاضي ما قاما به النظام المغربي لاجتياحه قديمزيك هو لخرق اتفاقية 1991 لإطلاق الرصاص وليستخدم فيها النظام المغربي إطلاق الرصاص ولدينا الشهداء قديمزيك واضح وجلي في المناطق المحسنة سيد البشير إسماعيلي كلمة أخيرة أقول أن الشعب الصحراوي قرر مصيره بأيده يوم دخل في انتفاضه وعنونها بانتفاضة الاستقلال فأكيد استفتاح الرونزي سيفضي حتما سيد المام عمر سالم أنا أريد أن أختم برسالة إلى المواطن العربي المتواجدين في الوطن العربي بأننا نحزن لأحزانهم ونفرح لأفراحهم وأن هناك شعب صحراوي يناضل من أجل حرية وكرمته هناك لاجئين صحراويين يعانون مأساة اللجوء هناك شعب مضطهد تحت الاحتلال يفصله جدار ذل وعار نعم شكرا لك شكرا لك سيد المام عمر سالم رئيس المنظمة الصحراوية لمنهضة التعليب الأراضي المحتلة شكر موصول لك كذلك سيد البشير الإسماعي لنشط سياسي وحقوقي كذلك سيدة الصالحة مرسلة التلفزيون صحراوي بالعيون المحتلة والشكر موصول كذلك لسيدة مريم البرحيم نائب رئيسة الجمعية الصحراوية للثقافة بالعيون المحتلة والكاتب العام في الفريق الألام مشاهدين الكرام كما ختم سيد المام عمر سالم هناك شعب صحراوي أيها الشعب العربي هناك شعب صحراوي يناظر من أجل كرمته واستقلاله إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا النقاش متابعة طيبة مع برامجي قناة النهار وكالعادة على المحبة نفترق وعلى المحبة نلتقي صحراوي